تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة قبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأثنين أكثر من مليون ومئتين وستة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وستة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وثمانية وأربعين ألف شخص